اهلا و سهلا بكم جمعة. اكلمكم معنى حاجة مهمة بالنسبه والمراحوة السقف والمراحوة العمود والมراحوة القرأة كل انواع المراحوة. بالنسبة لي استخدامنا لها في الشتاء اشان ما نشغلهاش في الصيف ونتفاجئ ان المراحوة بتاعتنا بس. المراحوة السقف اشان تضمى انك انت شغلالها في الصيف تلاقيها بنفس اقتفاع بتاعتها ما نف Ash افصلها طول الشتاء جمعة. لازم على الاقال. تيشتغل مسلا ساعة في الاسبوع يعني كل يوم عشر دقايق او خمس دقايق اعتبر بس ان هي هتعمل ايه يعني هتمشي الهواء اللي موجود في المكان طيب ده ليه ان المراحة دي فيها بليتين وفيها جسم للمراحة لما بنفس المراحة لفترة طويلة البليتين ده بتأسروا لانهم بيبدأوا هما من نفسهم بيبوزوا وبيبدأ بعد كده تيجي تشغل مراحة في في الشتاء يتلاقيها بقى التقيلة يتلاقي بتعمل صوت مزعج وعشان تتخلص من الموضوع ده بالنسبة للمراحة السقف لازم المراحة تشتغل على الاقل كام زي ما قلنا كده يعني عشر دقايق في اليوم خمس دقايق عشر دقايق كل يومين المهم ما تركنش المراحة بشكل اه كامل لان ده هيأثر عليها بالنسبة للمراحة العمود والمراوح الحائط والمراحة دي ما فيهاش بل لكن فيها حاجة اسمها جلب برضو هتتأثر بسبب الركنة وهتيجي تشغل مراحة تلاقيها بقى تقيلة او محتاجة جلب ومن ساعة متعوز تديرها بالحاجات دي يعني تعتبر المراحة يعني بتتأثر وبيأثر جدا على مراحة اه التشغيل اللي بتلاقي المراحة تأثرت بشكل كامل فنصيحة لله عشان تحافظ على المراحة ما ينفعش نفس المراحة بشكل كامل في فصل الشت حتى لو هنغطيها وحتى لو هنعمل لأي حاجة برضو لازم على الاقل المراحة تشتغل كل اسبوع لمدة نصف ساعة او ساعة عشان تتحرك لان دي فيها اجزاء متحركة لو الاجزاء المتحركة دي ما ببزتش فهتلاقي كمان الاسلاك والحاجات اللي جواها بسبب الركنة الطويلة وان ما حصلش تشغيل المراحة بيتكون عليها صادة خفيف وبتبص لها تأكلت وبيحصل ان المراحة تيجي تشغالها تلاقيها فاصلة خالص وده بسبب الركنة فعشان تحافظ على المراحة بتاعتك لازم فترة الشت يا جماعة ما نفصلش المراحة بشكل كامل سواء كانت مراحة سقف او مراحة عمود او مراحة استاند قلنا السقف عشان نحافظ على البليو على الاجزاء الكهربية والستاند او العمود عشان نحافظ على الجلد بتاعتها وبرضو على اجزاءها الكهربية شكرا لكم مع تمناتي بالتوفيق